يعني لازم تزنق دلوقتي اكيا خلاص يعني اجمع يوم ما تجيبني مكان زي دا والجميل زي دا انو بقا جايين نعمل في بيك بيك يا سلام فيها ايه يعني ايه دا؟ حاجة اساق انت بتعمل ايه هنا اخاله مزنوجة ايخدش الحمات انا قاعد مستان امي انت وانت عمك يجبني مكان زي دا وانت مالك انت؟ سبحان الله يا ابني صدفة غريبة مجمعيني انا وعمر هنا صدفة لا الحركات دي مفوصة واا عم سرور انا مش يصلحك انا مش يصلحك اعمر كده؟ ينفع خاله تصغرني قدا ويقول الكلمتين دول طب في 60 دا يا امشي يا اله اطلع بره مكان اطلع بره ايه 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 طلع بره ابن بتاعيك هتتردني منه مش كده يا ادياب يا امني اخوك برضه يعني لا مش كده وكدا كمان لا انا هامشي اقول في 60 داهي ولو امي جد ولا انا امشيت يا ادياب مش كده الحقه يا ابني هاتخش الحمام ولا نمشي الحمام اي حمار دي خطة احنا عاملينها اصلا خطة عامللي ايه ورقاوي او غزقني او خلا منظري قد جدق قدامك ماشي ماشي عم خالو عم خالو انت حمار يلم ولا ولا اتبني هتفضل عايش طول حياتك مع الفار ده عمال تأكل فيه انت اش عارفك ان الفار جعال ما لو الفار جعال ما هيندهلك هيقوللك جعال لكن انت كنت هتموته يا عم ده مش فار أصلا ده ارنب بقى انت بتكلمني ليه انت مش بتخلي مع ابو بتكلمنيش خلاص يا عم ما تزعلش مني لا تزعلش ولما ترتيني من عربية الكبدة وقالتوا لي عربية خالي فلوس خالي بقولنا يا ابن حقك عليا خلاص الله جاهل حد عندك وبقولك حقك عليا كنت مدغود شوية وخالي كان ضغطي وبعدين يعني احنا كان لازم نفك من بعد شوية انا كنت حزز بالصراحة ان احنا فقرين بعد ده على اساس انت دلوقتي داخل عليا وزير الاتصالات ماشاء الله داخل عليا طب معلش حقك عليا مفيش مشكلة لا في مشكلة لا مو انا مش جاه صالح صاحبتي يا عمو عبادر يتبش شوهلي طب في ستين داية يا عمو قل في ستين داية في ستين داية يا قل في ستين داية مصابتان اي عمر ايه انا مش زعلام منك يا صاحب طيب يا عمو الأول اعمال اقولك حاج عناية والكلام منك بس انت وردك اللي فيك فيك بس خلاص خلص سلم على فرض خلص سلم على فرض عمر اشتركوا في القناة